السلام عليكم كديرون رحياتكم لا بس عمركم بزيانة اليوم فيديو جديد واشركم برهوكا باش ما تمناتوا بصحة والسلام وكل ما تمناتوا يا ربي كنتمنا انكم تكونوا بزيانين اليوم كيف كنت لكم فيديو جديد كنتمنا انكم تخليوا لي اللايك ديالكم و تعليق ديالكم ونخليكم مع الفيديو اللي سيكون هكذا متنوع يعني غالبا نكاملوا استعدادة ليد فأول شيء نبدأ في هذا اليوم هذا النهر كانت شقة غير التخمال نقوله من يتخمال وقت تخمال بالعاني فقسمت لكم الفيديو الاجوز والصراحة حد جاني طويل فخليت شوية دابة وشوية سوف أضع لكم في الفيديو الجاي قولوا لي أنتم لم تقدروا كيف تخمال كيف توجد كيف توجد كيف توجد كيف توجد كيف تتمنى الحوال هذا العام والشريط والباقي المهم الله يبلغنا هذا العيد بصحة ورزقه كم تمناته يا ربي فهنا كيف ترى كيف ترى هنا كانت بطلت نموسية وهنا سوف يجعل كل شيء وتصبح لي وصحة ومهمة بيت الدرار بالنسبة للناس يسؤلون على بيت الدرار ما زال ما وجدت وكل ما ما أجدت ما زال ما وجدت كيف يجعلون ويجب أن يجدون ويجب أن يجبوني باجاتجة قد اقلت شيئا وهو لم يجب أن أقوم بالعمل فذلك لكي لا أبداً لا أريد أن أقوم بعمل لم يجب أن يصلوني حتى كل موجودة خصوصاً فهو لدينا هذه الصوحة لا أبداً لكي لا أقوم بالعمل فعلى المجمومة اللي تقولون عن هذا الزور مع هذا اللي اضافي كنت اخذتهم م urgent بوقع الاشيار ولكن هذه المنطقة التي معهم انا قدرتها معهم وصافة وهذا نوع المنطقة يأتي 4 دقيقة يعني يأتي وفق منهم لا أصدق وكويت ولكن لا أعلم هذه المنطقة قدرتها خفيفة وصافة سوف أعلم أنها فقط تغيرها فهنا سأصلت مع البيت أحبط ريتو وخليتو بحلقة لا أحبطت الخامية وصافة ودست البيت الدراري هنا يحيت لهم قاعد الفراش خصوصا أنهم في هذه المنطقة المساكن يمرض واحد ويبرع الأخر ويلسق المرضى في الآخر وهي غادة فأحيط لهم قاعد ذلك هذا الشيء كامل لتصبان لتنقى لهم البيت والتهوى لعله وعسي يكون لهم مزياني لم أعرف كيف وصل لكم هذا الشيء ولكن نرى اللي هدرت معي يقولون يا مريض وعاد خلاص كوفيد حتى هو لا موجود الله يحفظ الجميع يا ربي الكثير من الناس كانوا فيهم كوفيد الله يشافي الجميع صافي نايا كيف كتشوفو أنا الدراري بنسبة الدراري بعض الناس يسألوا ليهم الحمد لله هذا مزياني إن غير دست فيهم واحدة لا غريب يعني الرواح مع السخانة ذاك شي اللي دست فيهم فالحمد لله كان براء واحد ودست الأخر فعاوتاني براء واحد وعاوتاني رجاء الأخر حاعترا نحمقوني نحن الحمد لله ما بيناوالوا ولكن غيرهم وصافي صافي نايا شطبت ليهم البيت أو حتى كوني شفيتها و السحة كل شيء بجعفال هذا ما بيانش لكم كل شيء بلا ما نوريكم براكم عارفين تسياق و هذا تسياق و هذا ما بتعدي باش كتش بني سأل حتى تبكي لانواء مسلوالوا و أضغيرك تزيئ ذاك شيء وتنقي وتعاود يترجعي ذاك شيء خفن ذربا اه صافي هذا شيء اللي كان ما يمتوش هذه هي ركة ناضر بشوية حيث تاختكم فيقا وفقت على المونتاج كان لديكم المونتاج قلت سوف نضع الفيديو حتى تلتا لكم هذه اليامات كان غير جرا 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 لكم عارفين شي كامل و كنتو ما فيه و احنا يا فيه جرا ديال قبل العيد كان خليوا كل شي حتى الاخير لحظة هنا يا غدي نشارك معكم هذا ديال اكسيون الناس اللي بغي ينقال من توجد ديال البراء ديال اكسيون ديال اي بلاصة في زم اي موقع في فرنسا ادي نخلي لكم السيدة نخلي لكم المرتبة في صندوق الوصف كنوصي على اي حاجة بغاس و بخي ماركس و اكسيونس و فليسيت اي حاجة بغيتها و انا ما ترى ما انقضاش ندوز لها كماندو لهذا كنقول لها تجيبهم بليا را تصفت عندها واحد الجروب واتساب اللي حتى انا يا كينا فيه و كتختاروا اي حاجة بغيتو كبقى تصور لكم وتختاروا و كتجيكم حتى الهنا يعني فيما كنتو في المغرب را تصفت لكم ايا كينا في اقادير ماشي ايا زمان كتصفت الوالدية هنا يوم من المرتبة سنخلال لكم هنا يوم خلال لكم الانستغرام ديلا في صندوق الوصف هنا سندوز لكم الحلوة بالنسبة للحلوة هنا عاودت نوريكم الشكلات بالحق را ما زي ما في هذا الفيديو هذا ما وريتش لكم قاعد زواق دي الشكلات حيث ما زال ما ادرش لهم المونتاج ماشي ما زال ما ادرش لهم المونتاج في الفيديو كان عندي تخرب اقلية و قايفية بزاف ديال المشاكل فان شاء الله غادي نحاول نقدو و ندلي المونتاج و نكمل لكم هنا غادي نزوق معكم الشكل الول بالنسبة للشكل الول اختريت انا ندير فيه 50 جرام ديال الجليكوز 50 جرام ديال السكر و 50 جرام ديال الزبدة هنا غادي نصيبو النوغة كجيسة هلا بزاف هنا غادي ندير كل شي فوق العافية كيف كتشوفو عادي نبدأ نحرك نحرك و حاولوا انكم زي ما تحركوا باش هكذا يدوا بليكم كل شي حتى كتشوفو انا الزبدة دابت لكم مع السكر و مع الجليكوز و خليوها تغلى انفوها تغلى لكم ديك الزبدة عادي نزيد المو كوينات الاخرين انا عادي نزيد اللوز فيه بالحق تقدروا تزيدو كوكا و مهرس تقدروا تزيدو اللوز مهرس تقدروا تزيدو زي ما نلوز كونكاسي او لا الكوكاو او لا المهم الزرار احتى هما يجوزونين المهم اي حاجة انكم عارفين ماذا يكون فيها انا اخترتها باش نزوق بها الفوق حيث انا هي نغم الموندك الشكل را كيف كتشوفو دير وحده السامبل وحده متقوبة من الفوق على اساس عادي ندير غير زواق عادي وصافي و لكن قلت ليش ما ندير لها النغة من الفوق و وصدقتها اتقبت هذيك الوال و فكان علي ندير جوجنت بحل بحل حيث انا يا فش زي ما نهار قطعت بالطوابع و درت الصابلي ما فكرتش كل وحده شنو عادي باش غادي نزوقها قلت حتى توجدوا ديكسان نزوق عادي وصافي حتى زي ما وجدت الحلوة عادي كسابي تكن فكر في الزواق فهنا كيف كتشوفوا بعد مما دابوا لنا كاملين غادي نتسنوا لهم حتى طلع لنا فيهم الغلية حتى تبدأ لكم طلعات الغلية غادي تشوفوا كيف صافي وحبسوا يعني ما تحاولوش انكم تزيدوا كتر من هكا باش ما تزيدش تقصح لكم النغة ستجي على موينة لكم عارفين النغة كيف تكون ولكن تقصحها بالزفرة ما كدش زوينة فهنا كيف تشوفوا حتى تبدأ لكم ديك الغلية بيضة طلعت حتى تبدأ لكم طلعات حيدوا من فوق العافية وزيدوا ديكسان اللوز ودكشيلة تزيدوا انا ما زيتش اللوز فوق العافية يعني طفل العافية وحيت الكاثرولة تماما وازتدكش اللي بغيت فهنا هانتما را خلت لكم بالعاني الفيديو باش تشوفوا كل شي باش يكون لكم زي ما كل شي واضح هانتما بعد طريقة انفو كتبه لكم طلعت الغلية بحلقة صافي هنا ستحيدوا الكاثرولة من فوق العافية وغادي تزيدوا عليها اللوز انا هدرس 120 جرام دي اللوز فيلي هو اللي غادي يكفينا لهاد الكاثرولة اللي درنا صافي خلطنا مع صافي خلط زي ما كل شي ما بدايته وغادي نزيدوا لهم حتى دوك شكي قولوا لهم دوك اللي فخوي بحلقة وغادي نزيدوا لهم باينين دي البوطة انا نزيدوا معهم غير صافي غير باش يطونة شوية دي اللون وغادي نبدا نعمر بهم اللي مول دي السيليكوني لكن مهم لمولة لحسب شنوانتكم انا نتبهوا لتكون سخونة زي ما لك انتم تخدموا بديكم حيث راكم عارفين السكار ودكشيف لكي يكون سخونة انا نتبهوا لهم الفران و انا نشرح لكم الطريقة باش تفهموا كيفاش كتدخلوا الفران حاولوا انكم متعمروا ش اللي مول بزاف باش ما تسيحش كتدخلوا هم الفران درجة الحرارة تكون مية وتمانين درجة الفوق و التحت غير كي يبال لكم ساح يعني ساح لكم في اللي مول شنو كتديروا كتديروا كتنقصوا درجة الحرارة المية وخمسين حتا كتتحمر لكم و كتتخرجوا راكة اتخذوا الوقت هنا كيف تشوفوا حيث من المول أو ثاني عمرتوا حدين اخرين را كان عمرها كتلقوا صافي هاد الحشوة را قصحت لكم فكتلقوا عغير بديكم هكا عشوائيا وصافي را هي را تسح في الفران كما كتلقوا حاولوا ما تعمروش ليمول بزاف باش ما تسحش حيث ذاك الليكوز وذاك شيء انفو كيدخل الفران را كي بدأ يدوب فمتون وإلى داب وصاح لكم ما كيأتش المنظر زوين أنا بالعاني بغيت نديروا ما كدائم عنك شن شوية من الفق إلا بغيتهم يجوكم ملسين 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 بزاف حاولوا أنكم تقدوهم وما تكونش كثيرة بحال كيف مدرت أنا فكل واحد كيف كيبغيها تكون أنا بغيتها تكون هكذا شوية بينه وكتحاولوا تقدو بيديكم اللوينات يعني هكا هاد ليفخوي هاد وعنتم ما كتشوفوا را كان بدنا نفرقهم باش كيأتوني شوية ذاك المنظر يعني كيكونوا قاعد اللوينات مع ذاك اللوز يعني ماشي مثلا وحداك كلها كتكون فيها غير الحمار وحداك كلها الخضر فمتوا يعني كنحاول نقد اه وكانشوف زي ما باش يجيني المنظر زوي صافي كانكمل عليها الطريقة هادي كان عاودوا ندخلهم الفران اه زي ما كانحطوا هاد هاد المول هدا في الطاوة وكان عاودوا ندخلوا الفران درجة الحرارة مية وتمانين انفو كتبليكم ساحة كان عاودوا نديروا اه مية وخمسين دراجة حتى كتخرجوها من الفران كتكون كتسنة وحتى كتبرد عادي كساك كتحيدوها من الليمول دياله وكتحطوها في طبصة لكا أنا نايدا بدست باش نوجد ديكتاليك باش غادينا ل 서عيني حيث قالت شوكواته لاني سوف يكفيني الاني لاني هنا كيف تشوفوها ليتبا بها تريد شوكواته انا بانصبالي في كتبائع الاني نستعمل قريبا واني يجبني بانا يخفو انه انه يقصح لكم او انه يتحرق لكم اضطلق خمام مريم انا بانصبالي اضطو فوق البوطاني لان كنتغفول عنه حتى يدوب وذلك الساعة نزيد إليه معلقة النطاج ومعلقة القليكوز أنا هي الطريقة دائماً اللي كندير وكتجبنين ومدق ديالها كي يجي رائع بزاف دائماً وسهلاً زيما ما نشيدوا كتاليكات اللي كي يكونوا صعابين وراء دين وراء لكم في الأخير كيفاش كتجير كتلص القليل بصح فكتجي زبا معلقة ومدق ديالها كي يكون زوين هنا كيف كتشوفهم بعد ما دابليا الشوكولات سنزيد معلقة كبيرة ديال الناباج لهم نيت يعني هما فوق العافية وغاد نزيد معلقة ديال هانتم ما شفتوه معلقة ديال الناباج هذا سنخلط شوية وغاد نزيد عليهم معلقة ديال الناباج الناباج باش كتكون رطيت بزعمو كتكون زوينان مدق ويعني كي يحصل لنا المدق والجليكوز باش كي يتناديك التاليكة فهنا يكن خلطه كل شيء وغاد نزيد هنا تقدروا تنسمو بذك شي اللي بغيتو انا هنا بالنسبة لهذا الصابلة الضاير غدي نسمو بالليمون انا كل وحده غدي نسموها بوحد المدق في شكل باش كل وحده يكون عندي فيها مدق في شكل هذي نسمو ديال الليمون او البرتقال وحتكي يطل وينزوين فهنا يخلطهم مع بدايتهم وغاد نبدأ نعمر بهم الصابلة يعني غدي نسقو بهم دوك جوج طبقة ديال الصابلة وعاد غدي ندروه من الفوق باش نسقو بهم ديك الطبقة ديال النوغة على هالطريقة هذي هنتم كيف كتشوفو يعني كنديروا الطبقة الاولى ديال هذي تقدروا تخدموا باديكم كالي كيرتح انه يخدم بادي تقدروا تخليه مثلا هذي حتى تبرد وعاديك ساعة تخدموا باديكم انا ناحية كانت سخونة خدمت بالمعلقة سوف نبقى على هالطريقة هذي حتى كانوا يوجدوا الصابلة ديالنا وصراحة يجي لف الماداق لف كل شي يجيزوين بساف فاللوصلتوا الى اليوم ما زالك تشوفوا الفيديو ما تبخلوش عليها بلايك ديالكم بالتعليق ديالكم عارفة ان كيني الناس ليما مهتم منش بشي عدد الحلوة تكشي باش حاولت ان انا ننوي عليكم في هذا الفلوغ هذا حيث بزاف الناس قالوا لي مريم حنا ما بغينا نصيبوا الحلوة سوف نشريها واجدة حتى لا نشريها واجدة سوف نشارك معكم منين سوف نأخذها بطبيعة الحلوة دائما نأخذها من الانتصابير افنت سوف تدير حلوة حتى يصاب لزوين بالنسبة للناس الذين لا يريدون أن يشريوها الذين لا يريدون أن يصيبونها تقدرون أن تشريوها هنا غير رشقة التي يوصف فيها يعني سوف تأمرها دائما كان نشريها وكان هنا رأسي لا تحصل على مرأة لها لا تكون شيء الصراحة ترتاحي من كل شيء ولكن بعد المرة تريدون أن تصيبوا شيء هذا الشيء الذي يحصل هنا انا نريكم بعدما بردت هنتم كيف تشاهدوا وتجمع لك بثاف وحتى المدق يزوين ولم تقصح يصف هنا يرى بردات تماما تبقى دائما هكا لم تقصح لا تقصح يعني ليس بحل ذلك تقليقات لكي قصحوا لا تقصحوا هذا هو الشكل النهائي للصابلة الأول باقي لنا ثلاثة واحدين أخرين إن شاء الله سنزوقهم ونشاركهم معكم حتى هما في الفيديو الجديد وهذا الشيء الذي كان كنتمنى أن هذا الفلوغ يجب وكملوا معي لكي نكملوا تشاهدوا الحضارات التي قمت بها لكي نأخذ جلابتي وشاركت معكم قلوا اليوم قمت بها جلابات وعندما قمت بها قمت بها جلابات وهذا الشيء الذي يناد المعرفة لكي نرى بعض الفترة وعندما أضحى وكيف أرى وكيف أرى هذا الشيء الذي أرى بجردت لكي نجده أرى دوبيو في الفرانوة ولكن هذا الشيء كيف أرى أنه قمت بإمكانك وننكمل تلك النهائية كلها بهاكا تعتدوا كل وينات زويني ولكن من اللي مصدقاش صافي ما مدرتعش صافي هنا كيف كتشوفوا رادرتهم في البواطة واحتفت بيوم هذا في البواطة هذا ما يخرجوش لهوا كي بقوزة محافظين على اي حاجة ارتياع فيهم وصافي هذا الشيلي كاين هذا هو الشكل الاول كيف كتشوفه هنا هي دستنيشان لعنتو فيتري عتباليكم مونة ما كتضحك دستنيشان لعنتو فيتري باش نشوف جلبتي انا ومونة ونشارك معكم المحل عندها هذا المحل الاخر اللي كان في ديك البطيما اللي كان في الداخلة ولكن تقدروا تنشيوا المحل الاخر سوف يخلي لكم من مرتها تصلوا بها هي تنادت لكم فين كانوا تمشيوا عندها كان دايرة الصوت في جلال انا اصلا كنت فايت لها جلبتي انا ومونة ولكن را دايرة الصوت البنات انا دا بجيتين تو فيتري فاطيما هاي يا فاطيما الأن من الناس ليسوا يا انا صراحة مرحبا بكم ان دا صراحة كل شيء ان دازوين اذا اخطتكم حاجة سوف نضيص جلبت انا اعطيكم جلبتين جلبتين هذا هؤلاء حاجة جديد وعدت تبارك الله مرحبا جديد أي شيء تردت وين تردت نعم انظر ان لا تردت حش�� مرحبا بكم سواء لو انما جتبتها أو انما جتبتها مرحبا بكم عند فاطيما في هذا المحل وفي المحل الآخر القدس مهتمين بالتكشطات الكرة جايبة كولكسيون وعراء 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 بزاف ما قدرش نصورها لكم ولكن ذاك شي رخ خطير كين عندها تماما تقدروا تمشي وعندها وتشوفوا ذاك شي اللي بغيتو راكم عارفين ذا بالموسم المناسبات اللي بغتشي حاجة أنا كيف كتشوفوا دائما توفيت ريال اللي كانت تقفيها لا فاش كان عندي المحل ديالي كانت تعامل معها ولا فاش قبل ما ندير المحل وقبل ما ندير المحل فدائما كانت تعامل معها وهاتش اللي كان كنقول لكم سلام عليكم تلقوا في الفلوك الجي ان شاء الله